نروح لموعد بقى وملف اخر حفل جوائز الافضل ودي برضو حاجة يعني ياس كتيرة جدا طبعا المهتمين بها طبعا الافضل في قارة افريقيا لهذا العام خاصة طبعا بنتكلم هنا افضل لاعب افضل مدرب افضل نادي افضل منتخب طبعا داخل افريقيا ايضا لتحد الافريقي اعلن لقرة القدم الكاف موعد حفل الافضل في افريقيا انه هو هيكون يوم الخميس 21 يوليو ويعني حينافس فيه كمان امام منتخبنا الوطني نتكلم تمن منتخبات لجائزة الافضل افضل منتخب داخل القارة واللي هتشمل طبعا عندك السنغال عندك الكاميرون عندك جزر القمر عندك بوركينا فاسو وجامبيا وغينيا الاستوائية ومالي والمغرب وتونس وكلهم منتخبات طبعا قوية جدا ولها ثقالها اكيد بجالم طبعا منتخبنا الوطني زي بكتبالي لحضراتكم طيب حينافس امام النادي الاهلي بقى كل من عندك الرجاء والوداد ونهضة بركان ده من المغرب وفاقس طيف الجزائري واهل ترابلس والاتحاد ده من ليبيا وطبعا مازينبي الكونغولي وباترو اتلاتيكو الانجولي بجانب برضو اورلاندو بايرتز من جنوب افريقيا على جائزة افضل نادي ان شاء الله كل التوفيق لنا وحيتواجد ايضا زي ما احنا عارفين خماسي الاهلي علي معلول وبيرستاو ومحمد شريف وقاليو ديونج ومحمد الشنوي ده في قايمة انه نفسه على افضل لاعب محلي داخل القارة الافريقية واخيرا بقى هتنافس البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الاسبق مع بيتسو موسيماني برضو المدير الفني للنادي الاهلي الاسبق ووحيد داخل لوزيتش المدير الفني للمتخب المغربي هنا على جائزة افضل مدرب في افريقيا كل التوفيق للأسامي واللمنتخبات اللي احنا قلناها وبس طبعا كل التوفيق لفارقنا ومنتخباتنا واللعيبة الخاصة بينا انا عندي برضو تفاقل او انا حميل للناس المتفاقلة جدا وان شاء الله تكون معظم الجويز بالنصيب نحن اشتركوا في القناة